زيادة معدل الحرق في الجسم واحدة من اهم الاشياء اللي الشخص يحاول يوصلها عشان يقدر يتخلص من الدهون بشكل اسهل وطبعا فيه طرق كثيرة الواحد ممكن يزيد من معدل الحرق في جسمه ومن اهم هذه الطرق تمرين المقاومة او تمرين الكارديو باستخدام طريقة الهت او حتى زيادة عدل الخطوات خارج الجم بس اليوم بخبرك عن ثلاث طرق مثبت علمين هتساعد في زيادة معدل الحرق في جسمك وما لها علاقة بالحركة يعني اشياء مختلفة ممكن تعملها على اساس انك تزيد من معدل الحرق في جسمك وانت جالس مكانك وعلى نهاية الفيديو بخبركم عن مشروب تم اثباته علميا انه ممكن يساعدك في فقدان الدهون بشكل اسهل من خلال زيادة معدل الحرق عندك فخليك معاي يعطيكم العافية كوش محمود معاكم مرخص من مؤسسة الدولية لعلوم الرياضة وموجود هنا عشان اساعدك تبني العضل وتفقد الدهون فاذا كان هذا الشيء يهمك لا تنسى انك تعمل سبسكرايب للقناة عشان ما يفوتك اي جديد كثير من الناس تحسب ان معدل الحرق عنده في جسمها بطيء وعشان كذا ما جاء ستفقد الوزن بس هذا الشيء ما صحيح غالبية الناس اللي يعتقدوا هالشيء اساس ان تكون حركتهم قليلة وبالتالي جسمهم ما يستهلك سعرات حرارية كثيرة خلال اليوم وبالتالي يعانوا من ثبات او زيادة بالوزن بس غير عن الحركة خلال اليوم في طرق اخرى ممكن تساعدك في زيادة معدل الحرق في جسمك وراح اخبرك عن ثلاثة منها الحين الطريقة الاولى هي انك تاكل بروتين اكثر دراسة في زنة 2014 شافت انه الجسم يستهلك ثلاثين بالمية من السعرات اللي تم اكلها من البروتين بس عشان يهضم البروتين يعني اذا انت اكلت خمسة وعشرين جرام بروتين واللي هو في مئة سعر حرارية الجسم رح يمتص فقط سبعين سعر حرارية اما الثلاثين الاخرى فالجسم يستخدمهم عشان يهضم البروتين نفسه اما بخصوص الكربوهايدرات والدهون فما لهم نفس هذا التأثير لان الجسم يستهلك فقط خمسة بالمية من سعراتهم عشان يهضمهم يعني اذا اكلت خمسة وعشرين جرام كربوهايدرات جسمك رح يمتص خمسة وتسعين سعر حرارية ويستهلك فقط خمسة عشان يهضم الكارب وبالتالي لازم البروتين يكون موجود في تغذيتك ولا تقول ليوصلت سعرات الحرارية وما جاءت اضعف لا لازم توصل سعراتك الحرارية ولازم توصل احتياجك من البروتين وكقاعدة عامة للناس اللي تمارس تمارين المقاومة ذكرت وعيد اذكر ان البروتين كمية كافية تكون لما الواحد ياها 2 الى 2.2 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم اما اذا عدم تمارين المقاومة فممكن حتى انك تاخذ 1.6 جرام من البروتين لكل كيلو جرام من وزن جسمك الطريقة الثانية يمكن هي الطريقة اللي راح تفاجك وهي شرب الماء دراسة في سنة 2003 جابت 14 شخص 7 رجال و 7 نساء وخلتهم يشربوا 500 ملي من الماء وبعدها قاسوا معدل الحرق عندهم لمدة ساعة والدراسة شافت ان معدل الحرق عندهم ارتفع بنسبة 30% خلال هذه الساعة من شرب الماء واستخلصت ان شرب الماء ممكن يساعد في زيادة معدل حرق الجسم وهذا الشيء اكدته دراسة ثانية في سنة 2007 شافت ان شرب 500 ملي من الماء يساعد في زيادة معدل الحرق 20% خلال ساعة من شرب الماء بس دراسة اخرى في سنة 2006 على نفس الموضوع ما شافت نفس النتيجة وشافت ان الجسم يحرق فقط 4.5% اكثر لما يشرب 500 ملي من الماء البارد فعلى كل هذه الدراسات انت ما راح تخسر شيء لو تشرب كمية ماء كافية لاحتياج جسمك بحيث انها تكون من 2 الى 3 لتر وبشكل عام افضل طريقة ان الواحد يعرف انه يشرب كمية ماء كافية او لا هي من خلال لون البول وانت بكرامة اذا كان لون البول شفاف او اصفر فاتح فمعناته انه جسمك رطب وفيه كمية سوائل كافية اما لو بدأ اللون يصير اغمق فهذا معناته انك محتاج تشرب ماء خلي في بالك انه هذه الفايدة للماء ما معناته تروح تفرط في شرب الماء ما معناته كل دقيقة ثانية يشارب 500 ملي لان الافراط في شرب الماء ممكن يسبب لك مشاكل انت في غنى عنها فكل شي باعتدال الطريقة الثالثة اللي ممكن انك تزيد فيها معدل حرق في جسمك هي النوم الكافي دراسة في سنة 2010 راجعت عدة دراسات عن النوم وشافت انه قلة النوم تأثر على الجسم من خلال طريقتين الطريقة الاولى هي انها تزيد من هرمونات الجوع عندك بحيث تحس باستمرار ان شهية عندك مرتفعة وتروح تاكل حتى لو انت ما جوعان وبالتالي هذا الشي يخليك تاخذ سعرات حرارية اكثر من احتياجك وبالتالي وزنك يزيد والطريقة الثانية اللي ممكن قلة النوم تأثر فيها عليك هي انها تنقص من قدرة جسمك على التعامل مع الكربوهيدرات وبالتالي الانسولين اللي يتم فرزه لما تاكل الكربوهيدرات يكون اكثر وهذا الشي لما تكون تغذيتك اكثر من احتياجك يساعد اكثر في تخزين الدهون وفي عدة دراسات اخرى شافت انه قلة النوم ممكن تأثر سلبيا في الاداء الرياضي بحيث انه ادائك في الرياضة بغض النظر عن نوعها يصير مستواها اقل ولما مستوى شدة الرياضة اللي تلعبهم يصير اقل كمية السعرات الحرارية اللي جسمك يستهلكها تكون اقل وهذا معناته ان عملية الحرق عندك ممكن تبطأ بسبب قلة النوم فكم كمية النوم الكافية طبعا من 7 الى 8 ساعات يعتبر شي مناسب بس نفس الدراسة هذه شافت انه لما النوم يكون اكثر عن الاحتياج ممكن ايضا يؤدي الى هذه الاشياء السلبية فالتوازن مرة اخرى شي مهم واخيرا انتقل الى المشروب اللي تم ثباته علميا انه ممكن يساعدك بالفعل في انك تزيد من معدل الحرق هذا المشروب هو الشاي الاخضر دراسة في سنة 2009 راجعت 11 دراسة مختلفة عن شرب الشاي الاخضر وشافت انه شرب الشاي الاخضر ممكن يساعد في انه ينزل وزن او حتى انه يحافظ عليه من الزيادة بشرط انه اكلك ما يزيد عن العادة يعني اذا انت متعود تاكل 2500 سعر حرارية ووزنك ثابت شرب الشاي الاخضر ممكن انه يساعدك ينزل وزنك شي بسيط جدا بشرط انك ما تزيد عن 2500 سعره والدراسة هذه نفسها شافت انه الفائدة فقط للناس اللي اجسامهم ما متعودة على الكافيين يعني الناس اللي متعودين هم يشربوا قهوة باستمرار والكافيين ما يأثر عليهم ما رح يستفيدوا بقدر الناس اللي ما يشربوا كافيين بكثرة ويشربوا فقط القهوة في بعض الاحيان ودراسة اخرى في سنة 2011 نفس الشي راجعت عدة دراسات عن موضوع الشاي الاخضر وسرعة معدل الحرق وشافت انه مستخلص الشاي الاخضر اللي احتوي على مادة اسمها ECGC موجودة في الشاي الاخضر يساعد في زيادة معدل الحرق للجسم مرة ثانية للناس اللي اجسامها ما متعودة على الكافيين فكم هي الجرعة الفعالة من شاي الاخضر اللي شافوه في الدراسات انه 400 ميلي جرام من ECGC تعتبر كمية مناسبة عشان تشوف هذه النتائج وهذا الكمية موجودة تقريبا في ثمان اكواب من الشاي الاخضر بس خلي بالك مرة ثانية الافراط في شرب الشاي الاخضر ممكن يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على جسمك منها التسمم فلا تشرب اكثر من كوب في المرة الوحدة خلي بين الكوب والثاني وقت يفصلهم واذا خذيت مكمل ال ECGC كمستخلص في حبه لا تزيد عن ال 400 ميلي جرام وحاول انك توزع الجرعة خلال اليوم في النهاية كل هذه النصائح اللي خبرتك اياها ما راح تفرق معك ابدا وما راح تشوف منها اي نتيجة اذا انت تغذيتك ما تعرفها وما حاسبها فاذا انت تغذيتك عشوائية وبس انك تاكل اكل صحي بدون ما تحسب السعرات بدون ما تحسب البروتين وغيره تيجي تطبق هذه الامور وما راح تشوف نتيجة ابدا اما لو انت حاسب تغذيتك وتعرف كم احتياجك وتعرف انك جايز تاكل اقل من احتياجك بشكل دقيق هذه الساعة هذه التكنيكات كلها اللي ذكرتها في هذا الفيديو ممكن تفرق معاك ولكن شي بسيط لا تتوقع نتيجة سحرية فطبعا كل بروتين من الاول وشرب ماي من الاول وخلي نومك ممتاز من الاول لكن نصيحة الشاي الاخضر لا تحاول انك تطبقها من اول يوم خلي وزنك ينزل وخلي دهونك تنزل وخلي مثل هذه التكنيكات اللي هي تعتمد على المشروبات والمكملات كاخر سلاح تستخدمه بعد ما طبقت كل شي ومحتاج فقط زيادة بسيطة في سرعة الحرق عشان توصل هدفك لايك اذا استفدت من هذا الفيديو واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد الاسبوع القادم ويعطيكم الف عافية